ربي وأصلي وأسلم على حبيبي وحبي سيدي ونور دربي اللهم صلي وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وجده أبي الأنبياء إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في كل سنن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نستأنف الحديثة إن شاء الله تبارك وتعالى ضيوفا على شيخ العربية جمال الدين ابن هشام المصري الأنصاري في كتابه شرح قطر الندى وبلد الصدى ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الفصل الرابع الحرف حقيقته ومذاهب العلماء فيه ذكر الشيخ أن الحرف علامته لا يقبل شيئا من علامات الإسم ولا شيئا من علامات الفعل فبعد أن أبان عن علامات الإسم وعلامات الفعل بدأ ثلث بالحرف فقال علامته في أنه لا يقبل شيئا من علامات الإسم ولا علامات الفعل كابن مالك عندما أبان لنا عن علامات الإسم في قوله بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل وثنى بعلامات الفعل فقال بيتا فعلتا وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي ثلث بالحرف فقال سواهما الحرف ومثل ابن مالك بثلاثة حروف هل وفي ولم هل مثال للحرف المشترك بين الإسم والإيه والفعل وفي مثال للحرف الذي يختص بالأسماء فقط ولم مثال للحرف الذي يختص بالأفعال فقط ومثل ابن هشام في هذا الموضع بحرفين الحرف الأول وهو إيه هل والحرف الثاني بل وكنا بدأنا حديثا في معاني بل معاني إيه بل وبل تفيد الإضراب وصور بل لها صورتان إما أن تكون بل ابتدائية وإما أن تكون بل عاطفة طيب وذكرنا أن بل تكون ابتدائية إذا جاء بعدها جملة وتكون عاطفة إذا جاء بعدها مفرد ليس جملة ولا شبه جملة فنبدأ بالصورة الأولى أن يقع بعد بل جملة ففي هذه الحالة بل تكون ابتدائية ومعنى بل في هذا الموضع لها معنيان إما الإضراب الإبطالي وإما الإضراب الانتقالي يعني الإضراب الإبطالي تأتي بل بين كلامين بين جملتين في هذه الحالة تضرب عما قبلها تضرب عما قبلها فتفيد العدول عن موضوع إلى موضوع آخر مع إبطال الموضوع الأول مع إبطال الموضوع الأول فهنا تفيد الإضراب الإبطالي نأخذ مثالا وكما يقولون بالمثال يتضح المقال وقالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه جملة اعتراضية بل عباد مكرمون بل هم عباد مكرمون فبل هنا جاء بعدها جملة جملة اسمية جملة هم عباد مكرمون إذا بل إذا وقع بعدها جملة فهي حرف ابتداء وليست حرف عطف إذا وقع بعدها جملة فهي حرف ابتداء طيب ماذا تفيد تفيد العدول عن الموضوع الأول إلى الموضوع الثاني مع ابطال الموضوع الأول الموضوع الأول قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هذا الموضوع الأول اتخذ الله ولدا بل هم عباد مكرمون بل عباد مكربون أفادت بل هنا لانتقال من موضوع إلى موضوع آخر فهي حرف ابتداء مع إبطال الموضوع الأول مع إبطال الموضوع الأول مثال آخر كما في قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق أم يقولون به جنة هذه جملة جنة به مبتدأ وخبر بل جاءهم بالحق وقع بعد بل جملة فهنا ما معنى بل هل هي حرف عطف أم حرف ابتداء حرف ابتداء لأنه جاء بعدها جملة ما معنى الابتداء هنا تفيد العدول عن الموضوع الأول مع إبطاله مع إيه مع إبطاله إلى الموضوع الثاني أم يقولون أم يقولون به جنة حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجنونا بل جاءهم بالحق طيب ما اسم هذا هذا الإضراب يسمى إيه إضراب إيه إبطالي يعني إيه إبطالي إشارة إلى أن الإعراض عن الموضوع الأول مع إبطاله مع إيه إبطاله طيب أم يقولون به جنة إبطال هذا القول إبطال بل أفادت إبطال أن يكون صلى الله عليه وسلم به إيه جنة ثم تثبت ما بعدها بل جاءهم بالإيه بل جاءهم بالحق النوع الثاني من الإضراب التي تكون فيه بل حرف ابتداء يسمى إضراب انتقالي إضراب إيه انتقالي الانتقال من غرض إلى غرض آخر لكن مع إبقاء الحكم الأول مع إبقاء الحكم الأول دون إبطاله بخلاف الموضع السابق الموضع السابق كانت تفيد إبطال الحكم الأول أما هنا في الإيه الذي يسمى بالإضراب الانتقالي تفيد إثبات الحكم الأول وانتقال إلى حكم آخر كما في قول ربنا تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل جاء بعدها جملة إذا جاء بعدها بل جملة فهي ليست حرف عطف وإنما هي حرف ابتداء طيب سين سؤال متى طيب نرجي السؤال وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا هنا بل أفادت الإضراب الانتقال من موضوع إلى موضوع فتسمى حرف ابتداء ابتدأت كلاما جديدا وغرضا جديدا السؤال في هذه الآية الكريمة هل أبطلت الحكم الأول أم أثبتت الحكم الأول ولم تنفيه في هذه الآية الكريمة في هذه الآية إبقاء الحكم الأول وعدم نفيه وعدم إبطاله مع الانتقال إلى الحكم الثان أفهمتم فهي تنتقل إلى تؤثرون الحياة الدنيا لكنها لم تنفي الحكم الأول ذكر اسم ربه فإيه فصل ولم تبطل الحكم الأول إذن بل تكون حرف ابتداء إذا دخ أو إذا جاء بعدها جملة فإما أن تبتدأ كلاما جديدا جملة جديدة مع إبطال الجملة الأولى مع إبطال الجملة أم يقولون به جنة به جنة هذا الحكم الأول ثم ابتدأت حكما جديدا بل جاءهم بالحق ابتدأت حكما جديدا لكنها أبطلت الحكم الأول في المثال في المثال الثاني وذكر اسم ربه فصلى بدأت كلاما جديدا بل تؤثرون الحياة الدنيا مع أنها لم تبطل الحكم الأول وإنما أبقت على هذا الحكم وثبت هذا الحكم طيب هذا النوع الأول وهو بل الابتدائية وتكون ابتدائية وأكرر ابتدائية إذا جاء بعدها جملة إذا جاء بعدها جملة طيب وتكون بل حرف عاطف عاطفة وتكون بل عاطفة إذا جاء بعدها مفردا ما معنى مفردا ليس جملة ولا شبه جملة فلها صورتان إذا كانت عاطفة إما أن تسبق بإيجاب إثبات أو أمر وإما أن تسبق بنفي أو نهي طيب فإن سبقت بإيجاب أو أمر فتفيد الإضراب عن الحكم السابق الذي قبل بل بنفي المراد منه عندما أقول أعددت أعددت الرسالة بل القصيدة بل القصيدة ما معنى هذا الكلام أولا بل جاء بعدها إيه القصيدة جاء بعدها مفرد إذن هي عاطفة إذن هي عاطفة السؤال الثاني سبقت بإيجاب أم سبقت بنفي سبقت بإيجاب ما معنى هذه الصورة أنها تضرب تفيد الإضراب عن الحكم السابق وتنفيه وتثبت ما بعدها عندما أقول أعددت الرسالة بل القصيدة بل القصيدة إذن بل هنا أفادت الإضراب في أنها نفت الحكم السابق وأثبتت الحكم اللاحق فالذي أعد هو الرسالة أم القصيدة القصيدة إذن معنى الإضراب هنا نقل الحكم من الأول إلى الثاني عندما أقول أكلت أكلت أرزا بل عيشا أكلت خضارا بل فاكهة أنا أكلت إيه فاكهة نعم هي نقلت الحكم من السابق إلى الله نقلت الحكم مما قبلها للذي بعدها طيب إذا سبقت بكلام منفي كلام نفي بنفي أو نهي تعكس إذا إذا سبقت بنفي تفيد إقرار الحكم السابق إقرار الحكم السابق وإثبات ضد لما بعد بل عندما أقول ما زرعت قمحا بل أرزا ما زرعت قمحا بل أرزا هنا بل جاء بعدها مفرد أم جملة مفرد إذن هي حرف عطف أم حرف ابتداء حرف عطف السؤال الثاني سبقت بإيجاب وأمر أم سبقت بنفي أو نهي ما زرعت ما زرعت قمحا فهي أفادت أفادت إقرار هذا الحكم أني ما زرعت زراعة القمح وإثبات ضد هذا لما بعده فأثبتت الزراعة لليه لما بعد بل وهو القبن مثلا أو غير ذلك أفهمتم طيب نأتي بعد ذلك إلى هل الذي مثل بها الشيخ ابن هشام في الحرف قلنا أن ابن مالك لما جاء بها مثالا للحرف جاء بها لأنها تشترك بين الإسم وبين الفعل فتدخل على الفعل تاره هل جاء محمد وتدخل على الإسم تاره فتقول هل محمد جاء وكذلك هل من الحروف التي تتعدد معانيها فالأصل في هل أنها للاستفهام قلنا أن الأصل في بل أنها للإضراب الأصل في بل أنها للإضراب فقد تكون حرف ابتداء وقد تكون حرف عطف لكن الأصل في هل أنها حرف استفهام والاستفهام طلب الفهم لغة واصطلاحا طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل ده الاستفهام الحقيقي هل صليت الفجر اليوم فهنا طلب العلم بشيء لم يكن معلوما فأنا لم أكن معك قبل هذه الساعة ولا أعلم شيئا عنك لكن قد يخرج الاستفهام بهل من هذا المعنى الحقيقي وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما إلى آخر مجازي إذا إذا كان السائل عالما بمضمون السؤال أو عالما بالجواب فهنا يخرج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى المعنى الآخر المجازي ومعاني الاستفهام المجازي بها الكثيرة أذكر منها بعض الشواهد فقد تكون تفيد النفي تفيد النفي إذا جاءت غالبا مع الاستفهام إذا جاءت غالبا مع الاستثناء إذا جاءت مع الاستثناء إذا رأيت هل وإلا أو هل مع أداة استثناء كغير وسوى مثلا فاعلم أن هل هنا بمعنى ما كما في قول ربنا تبارك وتعالى هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله أي ما من خالق غير الله هل كذلك تفيد إذا تفيد معنى النفي وتفيد معنى الإثبات والإقرار فتفيد معنى الأمر كما في قول ربنا تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون أي انتهوا أي أي انتهوا فهل فهل أنتم أنتم مسلمون أي أسلموا وقد تفيد التمني طلبوا الشيء المستحيل أو المستبعد كما في قول ربنا تبارك وتعالى على لسان أهل النار فهل لنا من شفعاء أف يشفعوا لنا هل لنا من شفعاء هل هنا هل بمعنى تفيد التمن كما في قول ربنا تبارك وتعالى فهل إلى مرد من سبيل هم أهل النار نفسهم يرجعوا مرة ثانية إلى الدنيا فيقولون هل إلى مرد من سبيل فهل هنا أفدت التمني وقد تأتي هل بمعنى قد بمعنى قد كما في قول ربنا تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر هل هنا بمعنى كما في قول ربنا تبارك وتعالى هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث الغاشية أي قد أتاك حديث موسى وقد أتاك حديث الغاشية ومعاني هل الاستفهام المجازية أو هل المجازية معانيها كثيرة يعني المحنة إلى بعض هذه المعاني نعم مكرر نعم قلت أنها تفيد النفي وتفيد الأمر فيه فهل أنتم منتهون فهل أنتم مسلمون وقلت أنها تفيد التمني في فهل إلى مرض من سبيل وتفيد قلت على الإنسان حين من المعاني كثيرة يعني تفيد العرض مثلا كما في قول ربنا تكون بمعنى ألا كما في قول تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألي هل أدلكم فرب العالمين تبارك وتعالى لا يستفه وإنما هو يعرض بتحبب وتود طيب أكمل يا سيدي إلى مختلف فيه ولما كان من حروف مختلف فيه هل هو حق أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفيه الماضي وكذلك وهو أربعة إذما ومهما وما المصدرية ولما الرابط نعم عادة الشيخ أنه يذكر المتفق فيه ثم يختم بالمختلف إيه فيه فذكر لنا من أمثلة الحرف هل وإيه وبل وهذا باتفاق عند العرب وباتفاق النحا هما حرفان هما إيه حرفان هل وإيه وبل أما المختلف فيه فذكر لنا أربعة ذكر لنا إيه أربعة والاختلاف يا سادة هنا بين الحرفية وبين الإسمية الاختلاف بين إيه بين الحرفية وبين الإسمية وذكر ونص على أربعة اختلف فيها لكن الشيخ أومأ إلى أن إلى رأيه في هذه الأربعة ها يقول نصصت عليه كما يقول إيه أربعة إذماء ومهما وماء المصدرية ولما الرابطة لكن نرجع رأي الشيخ في النهاية نبدأ بإذماء تفضل فأما إذماء فاختلف فيه سيبويه وغيره فقال سيبويه إنها حرق بمنزلة إلى الشرطية فإذا قلت إذ ما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم وقال المبرد والمستراج والفايسي إنها برق زمان وإن المعنى في المتاد متى تقم أقم واحتجوا بأن لحظة إذ ما على هذه الصورة إذ ما إذ ما شرطية جازمة شرطية إيه جازمة تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاء إذ إذ ما أدت شرط ما عملها تجزم المضارع تجزم المضارع الاختلاف هنا هل هي حرف أم هي اس هل هي حرف أم هي اس أما في كلا الحالتين هي جازمة شرطية أفدت معنا الشرط وهو تعليق حصول الجواب على حصول الشرط تعليق حصول الجواب على حصول الشرط إذا قلت إذ ما تذاكر تنجح تعليق وجود النجاح على حصول المذاكرة إذ ما تذاكر تنجح إذ هي شرطية وثانيا هي جازمة تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزائل لكن الاختلاف هنا هل إذ ما حرف أم إيه أم اس فمن قال لنا أنها حرف جعلها بمنزلة إن الشرطي فإن الشرطية باتفاق النحاء حرف فإن الشرطية باتفاق النحاء حرف فإذا قلت إذ ما تذاكر تنجح يقول إذ ما هنا بمعنى إن تذاكر تنجح وهذا رأي سيب وي وغيره قال أنها أنها إسم كما سيأتي المبرد وابن السراج وأبو علي الفارسي قالوا بأن إذ ما نعم هي شرطية جازمة لكنها إسم طب إذا كانت إسما بمنزلة متى بمنزلة متى كأنك عندما تقول إذ ما تذاكر تنجح تكون بمعنى متى تذاكر تنجح متى تذاكر تنجح قد يسأل سائل هل يختلف شيء إذا قلت إسما أو قلت حرفا أقول نعم هناك اختلاف إذا كانت إذ ما حرفا فهي حرف مبني لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب طب وإذا قلت إسما هي إسم فلا بد لها من محل الإعراب فلابد لها من إيه من أن يكون لها محل في الإعراب ركزوا لأن هذا هو محل الاستدلال فيما سيأتي في من قال بأنها حرف وفي من قال بأنها إيه اسم أقول ثانية الفرق بين إذ ما إذا كانت حرفا تكون مبنية لا محل لها من الإعراب أما إذا كانت إسما فلابد لها من محل إعراب فلابد لها من محل إعراب وسنرى كما سيقرأ أخونا تفضل وقال الممرد ومن الصراج الفارسي إنها ضد الزمان وإن المعنى في المتال متى تقم أقم واحتج بأنها قبل دخول ما كانت اسمها والأصل عدم التغيير وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت بالموض تصارة مستقبل فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة نحز المبرد وابن السراج والفارسي قالوا بإسمية إذما قالوا بإيه بإسمية إذما لكن الراجح الراجح عند جمهور النحا أنها إيه أنها حرفة والأم أم إسم الغالب عليها هل هي حرفة أم إسم أنها حرف في أن أدوات الشرط كلها أسماء ما عدا إن وإذما إحنا بنقول أدوات الشرط كلها أسماء ما عدا إن وإذما ما عدا إن وإيه وإذما لكن سيب أو أين رأيه أنها إيه أنها حرف بمنزلة إن الشرط طيب من قال أنها إسم من قال أنها إيه إسم ما دليل إسمية إذما عنده قال بأن إذما كانت في الأصل إذ ظرف لما مضى من الزمان ظرف لما مضى من الزمان إسم نعم إذ إذ إسم لما مضى من الزمان إسم زمان للماضي ويأتي معربا أو يأتي إذا كان إسما فلابد أن يكون له محل من الإعراب محل من الإعراب وهذا في الكرآن كثيرا تأتي مفعول للفعل أذكر أو بدل من هذا كما مثلا في قول ربنا تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ إذ ظرفية ظرفية دلت على ما مضى من الزمان وتقدير الكلام واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من الإيه من البيت وإسماعيل فما اتفق عليه النحا أن إذ بلا خلاف طب إيه الإشكال وهي دل على زمان ماضي دل على زمان يعني رب العالمين تبارك وتعالى يقول نبيه صلى الله وسلم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إذ هنا ظرف متعلق بالفعل المحذف أذكر تقديره أذكر طيب هذا هذا الزمان زمان ماضي أم زمان مستقبل زمان ماضي زمان ماضي الإشكال إيه بقى في أن إذ التي هي للظرفية الزمانية التي تدل على الزمان الماضي لما دخلت عليها ماء دخلت عليها ماء الزائدة غيرت فيها أم لم تغير غيرت لما دخلت ما على إذ انتقلت إذ انتقالين الانتقال الأول في أنها كانت تدل على الزمان الماضي كانت تدل على الزمان الماضي أصبحت تدل على الزمان المستقبل أصبحت تدل على الزمان لإيه جابوها منين جابوها من المعنى الثاني في أن إذ ما دلت على الشرط والشرط هو تعليق حصول الجواب على حصول الشرط إذ ما تذاكر تنجح سؤال النجاح يا سادة جواب إذ ما وقع الآن أم وقع في الماضي أم سيقع في المستقبل لأنه معلق فإذ ما تغيرت من الزمان الماضي إلى الزمان المستقبل وانتقلت إلى شيء آخر بعد التركيب مع ما انتقلت إلى الشرطية فخرجت من الظرفية إلى الشرطية وهذا ما استدل به المبرد وابن السراج والفارسي استدل بإيه بقوله كما يقول الشيخ ابن هشام واحتجوا بأنها كانت قبل دخول ما كانت اسما اس ظرف لما مضى من الزمان والأصل عدم التغيير والأصل عدم التغيير يعني الأصل أنها عندما تدخل عليها ماء فلا تتغير كمين كمن مثلا كيف ما أو حيث ما حيث مثلا تدل على المكان تدل على المكان لما دخلت عليها ماء الزائدة لم تتغير لم تتغير أصبحت تدل على المكان كما هي فلم تتغير لذا لم تتغير من الاسمية إلى الحرفية لكن هم لما احتجوا احتجوا بأنها لما دخلت عليها ماء غيرتها وهذا التغيير قد تحقق خطعا قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل لأن الشرط الشرط لا يكون إلا في المستقبل فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة أفهمتم هذا يعني كان معناها في الأصل ظرف لما مضى من الزمان لما دخلت عليها ماء نزعت منها هذا المعنى وغيرته إلى المستقبل لأنها تدل على الشرط وفي طبعا ابن مالك يقول وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر وفي هذا وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر فالقاعدة الأساسية التي سينطلق منها أن ليس ليس كل تغيير انتقال من الإسمية إلى الحرفية أو انتقال من الحرفية إلى الإسم ده الرد الذي يريده الشيخ ليس معنى ليس معنى أنها تغيرت أو تغير مدلولها أنها تنتقل من باب إلى باب أنت تنتقل من الحرفية إلى الإسمية أو من الإسمية إلى الحرفية نعم تفضل هذا هو الحرف الأول وأما مهما فزعم الجمهور أن هسم بدليل قوله تعالى مهما تأتي نابه من آية فالهاء من به آئدة عليها والضمير لا يعود إلا على الأسماء وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف وستدل على ذلك بقول سهيلي في معنقته ومهما تكون من دمر من حريقة وإن خالها تخفى على الناس كُؤلمين أحسنت مهما مهما هنا حدد عند الجمهور إسم هي عند الجمهور إسم واستدلوا بإسميتها طبعا مهما إسم شرط جاز مهما كإذم شرطية جازمة شرطية تفيد الشرط تعليق الجواب تعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط وجازمة وجازمة تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجاز طيب وفي هذه الآية الكريمة وقال مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أين فعل الشرط تأتنا فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حزف حرف العلة كان أصله تأتنا فلما جزم الفعل المضارع بجازم وهو مهما حزف حرف العلة لأنه علامة الجازم لم نذكر مثالا لإذمة ذكرنا نعم ذكرنا مثالا لإذمة نعم طيب جواب الشرط فما نحن لك بمؤمنين وهنا وجب اقتران جواب الشرط بالفعل لأن الجواب لا يصلح أن يكون شرطا لأن الجواب هنا جملة اسمية اسمية طلبية وبجامد طبعا إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقتران جواب الشرط بالإيه بالفا فما نحن لك بمؤمنين القاعدة الأولى أن مهما شرطية جازم كإيه كإثما لكن الخلاف في أن مهما هل هي اسم أم هي حرف رأي الجمهور أنها اسم ما دليل الجمهور على اسمية مهما إليك الجواب قلت لك أن إذا قلت لك الكلمة اسم فلابد لها من محل من الإعراب فالجمهور استدل في قوله تعالى مهما تأتنا به من آية على أن مهما اسم شرطي جازم طب ما محلها من الإعراب قالوا هي مبتدأ قالوا هي مبتدأ قالوا مهما مبتدأ والجملة بعدها خبر مبتد وشرط جملة الجواب أن تشتمل على ضمير الرابط يربط المبتدأ بالخبر يربط المبتدأ بالخبر فإذا أعربنا مهما اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ والجملة بعده خبر مبتدأ أين الضمير الرابط في الجملة التي بعده قالوا الهاء في به هي الضمير الرابط أو الضمير العائل على المبتدأ لأن شرط جملة الخبر أن تشتمل على ضمير يعود على المبتدأ يعود على المبتدأ إلا في بعض الحالات التي ليس هذا محل لها لذا الجمهور استدلى بهذه الهاء العائلة على المبتدأ على مهما بأنها الضمير العائل إذن مهما مبتدأ إذن مهما اسم والهاء عائدة على هذا الاسم لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء لأن الضمائن لا تعود إلا على الأسماء قالوا هذا الضمير في به على ما يعود قالوا يعود على مهما ومعنى أن الضمير يعود على مهما والضمائن لا تعود إلا على الأسماء إذن مهما هنا إيه مهما هنا إيه وطبعا في تكملة الآية لتسحرنا بها بها طبعا ذكر الزمخشري علي رحمة الله في الكشاف إن الهاء في به والهاء في بها كلاهما يعود على على مهما وفي بها عاد الضمير لفظا وإيه ومعنى عاد الضمير لفظا وإيه ومعنى لكن رد عليه بأن الضمير في به نعم يعود على مهما يعود على إيه مهما تقديره شيء مهما شيء تأتنا به من آية لتسحرنا بها فقالوا بها تعود على الآية مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها الضمائل هي الآية فالهاء في به تعود على مهما والهاء في بها تعود على الآية أفهمتم الشاهد أن الضمير عائد على مهما والضمائل لا تعود إلا على الأسماء فنعرب مهما مبتدأ والجملة بعدها خبر المبتدأ والضمير العائد هو إيه الضمير في به أما إذا كانت حرفا فلا يجوز أن نعرب مهما مبتدأ لأن الحروف لا محلة لها من الإيه من الإعراب وزعم نجي بقى المين للرأي الثاني زعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف واستدلى على ذلك بقول زهير ابن أبي سلمة ومهما تكن عند امرئ من خليقة ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خا لها تخفى على الناس تعلمي وإن خا لها تخفى على الناس تعلمي بحر الطويل فعول مفاعل فعول مفاعل يقول إذا كان عند امرئ خصلة الخليقة الجبلة أو الطبيعة أو الصفة التي جبل عليها وخلق عليها فتسمى خليقة وظن أنها تخفى على الناس فإنها لا بد ولا مناصة في أنها ستظهر يوما من الأيام عنده وسيعرفونها فالخليقة لا تخفى عليه على مهما حاول أن يخفيها ومهما ظن أن خفاءها لن يبدى لأحد فسيأتي مرة من المرات وتبدى هذه الخليقة وتظهر للناس ويعرفها الناس حتى وإن خا لها إن ظن ظنها أنها تخفى على الناس طيب أشاهد فيه في قول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة ومهما تكن عند امرئ من خليقة استدل مين السهيلي ومن وابن يسعون على أن مهما هنا حرف لي يا جماعة حرف قالوا أصلاح ما تنفعش تكون اسم هنا لي يا جماعة ما تنفعش تكون اسم هنا قالوا ما تنفعش تبقى مبتدة ليه لأن الأصل لو هي مبتدة يبقى الجملة بعدها خبر المبتدة وجملة الخبر اللي هي جملة إيه تكن عند امرئ من خليقة لا ضمير فيها لا ضمير إيه عائد لا ضمير إيه عائد إزاي قال لك ما هو تكن فعل مضارع مضارع كان مهما شرطية جازمة في كل الأحوال هي شرطية إيه تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جاوب الشرط وجزم طيب تكن فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون وهي ناقصة وهي إيه ناقصة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدة ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى إيه خبرها طيب أين اسم تكن وأين خبر تكن هنا الخبر عند امرئ خبر شبه جملة مقدم خبر شبه جملة إيه مقدم خبر ظرف عند طيب أين اسم تكن خليقة أين اسم تكن خليقة اسمها ومن زائدة ومن إيه زائدة وزيادتها هنا محققة بشروطها من حرف جر زائد أصل المثال ومهما تكن عند امرئ خليقة اعدل المثال ومهما تكن خليقة عند امرئ ومهما تكن سبنا من مهما خاض تكن خليقة عند امرئ فخليقة اسم إيه اسم تكن طيب إذن هذه الجملة لم تشتمل على رابط إذن هذه الجملة لا تصلح أن تكون خبرا لمين؟ لمهما استدلوا بذلك على أن مهما هنا إيه حرف مبني لا محل له من الإعراب وهذه الجملة تستألف كلاما طيب أما هنا قالوا بأن أنها إيه اسم لي يا جماعة عائلوا اسم لأن فيها ضمير عائل إذن الاسم ده إعراب مبتدأ والجملة بعده إيه خبر أفهمتم؟ طيب نعم في إيه لا في خلاف نعم لا خلاف قالوا تصلح هنا مهما أن تكون اسما في أنها تعرب مبتدأ أما في هذا المثال هذه الجملة خلت من الضمير الرابط فلا تصلح أن تكون اسما فلن تكون مبتدأا لأن جملة الخبر لا تشتمل على ضمير لكن في كلا الحالتين مهما شرطية جازمة في كلا الحالتين شرطية إيه جازمة اقرأ سيدي نرى الرأي الثاني تفضل نعم أتفضل أكمل لحظة بيقول وتقرير الدليل دليل من السهيلي وابن يسعون على حرفية مهما أنهما أعربها خليقة أعربها اسم مين اسم تكون ومن حرف جر زايد طب هنعربها زايد هنقول خليقة اسم تكون ممكن أقول مجرور لفظا بحرف الجر مرفوع محل أو أقول اسم تكون مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد طيب فتعين خلو الفعل من الضمير الفعل اللي هو مين تكون فخلى الفعل تكون من الضمير طيب سين سؤال لو احنا عايزين نجعل هذا المثال كهذا المثال ايه اللي هنعمله ها احسنت نقدر اسم تكون ضمير ضمير مستتر عائد على مين على مهما عائد على ايه على مهما وهذا ما يرد به الشيخ على هؤلاء الشيخ ابن شام هيرد على هؤلاء بان تكون يشتمل على ضمير ومدام يشتمل على ضمير عائد على مهما يبقى ايه مهما اسم وهذا هو محل محل الجدال افهم طيب تفضل اكمل فتعين خلو الفعل من الضمير وكون مهما لم وضع لها من الاعراض في مهما متعذر هو الشيخ قال لعدم رابط رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له بمين بالمبتد واذا ثبت الا موقع لها من الاعراض فاذا هي تعين كونها حرفا كلام واضح طيب يرد الشيخ ابن جام على السهيلي وعلى ابن يسعون فماذا يقول تفضل والتحقيق أنسنا تكون مستطر ومن خليقة تفسير لمهما كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما نسخ من آية مهما مكتد والجملة خبر الله جئي الشيخ ابن جام رد على السهيلي وعلى ابن يسعون في أن هم لما استدل على حرفية مهما قال لعدم اجتمال تكون الفعل على ضمير رابط قال لهم لا اسم تكون ضمير مستطر وهو الرابط الذي يعود على مهما إذا مهما تعينت أن تكون اسما ومن خليقة من خليقة جاء التفسير لمهما كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية ما يا سادة اسم باتفاق النحا اسم شرط جازم باتفاق النحا وننسخ فعل الشرط فعل مضارع مجزوم معلامة جازم السكون أين جواب الشرط ما ننسخ من آية أو ننسها جواب الشرط نأتي بخير منها نأتي جواب الشرط مجزوم معلامة جازم حذ حرف العلة الشهد في هذه الآية الكريمة ما ننسخ وما اسم قولا واحدا ما نكر عام تحتاج إلى أو نكر مبهم تحتاج إلى ما يفسرها ما ايه بمعنى شيء شيء ما ننسخ من ايه من آية ولا من سورة ولا من حديث ولا من فعل ولا من حكم من ايه قال من آية فمن آية فسرت ما من آية فسرت ايه ما فما نكر مبهمة فسرتها من آية الشيخ ابن هشام يقول في قول الشاعر مهما تكن عند امرئ من خليقة المن خليقة مفسرة لمين لمهم كما في قول ربنا تبارك وتعالى من آية فسرت ما وهذه اسم إذن هذه كذلك اسم والضمير المجتمل طبعا ما ننسخ ما ننسخ نحن الضمير هنا مستتر في الفعل نحن للمفرد المعظم نفسه لله تبارك وتعالى إذن الفعل اجتمل على ضمير يعود على ماء وماء هنا مفسرة بمن آية كذلك نقول في مهما هنا الفعل تكون اسمه ضمير مستتر ومن خليقة مفسرة لمهما كالآية الكريمة تمام ننتقل إلى ماء المصدرية اقرأ يا سيدي وأما ماء المصدرية تعرفها فهي التي تسلتكم عما بعدها بمصدر نحن قوله تعالى صندوما عنكم أي ودوا علاتكم وقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهاب هم له ذهاب أي يسر المرأة ذهاب الليالي نحس ماء المصدرية ما هي ماء المصدرية طبعا ماء معانيها كثيرة تأتي ماء نافية تأتي ماء شرطية تأتي ماء استفهامية تأتي ماء نافية حجازية تعمل عمل كان عند أهل الحجاز فمعانيها كثير لكن هنا الشيخ أرد بمحل الخلاف في ماء المصدرية وعرفها ماء المصدرية هي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر أي تؤول وما بعدها بمصدر زي مين كذا كأن المصدري وأن حرف أن المصدرية حرف فمن جعل ماء المصدرية حرفا جعلها حرفا كمين كأن المصدري تنسبك وما بعدها بمصدر ويعرف هذا المصدر حسب موقعه من الإعراب يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ودوا ما عنتم ماء مصدرية وعنتم فعل وفاعل ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره عناتكم ودوا العنة بكم ودوا فعل وفاعل والمصدر المنسبك من ماء المصدرية والفعل عنتم في محل مصب مفعول به للفعل ودوا طب في قول الشاعر يسر المر وما ذهب الليالي وكان ذهاب هن له ذهاب وكان ذهاب 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 ولا ذهاب ذهاب بهن له ذهاب ذهاب ده بحر إيه وافر مفاعلة مفاعلة فعول يسر المر أما ذهاب الليالي وكان ذهاب هن له ذهاب بحر الوافر الشاعر يريد أن يقول أن الإنسان بيفرح بمرور الأيام بيفرح بمرور الأيام وهو لا يعلم أن في مرورها ذهاب لعمري ها عب نفرح أن يجي آخر الأسبوع أي نفرح المعينين أو الموظفين ها يفرح أن آخر الشهر جاء عشان ايه هيقبل طبع ها يسر المر ما ذهب الليالي الشهر يجيب سرعة الحمد لله لشان بكرة الأرض ها وكان ذهابهن له ذهابا يعني هو أنت بتفرح بإيه بتفرح أن الليالي ذهبت وفي هذا الذهاب انتزاع لأيام العمر وأيام الحياة ومن ثم اقتراب دنو دنو الأجل نسأل الله أن يحسن خاتمتنا قلوا آمين الشاهد في قول الشاعر يسر المر وما ذهب يسر المر أما ذهب الليالي يسر فعل مضاع المر مفعول به منصوب أين فاعل السرور إيه اللي هيسر المرأة إيه اللي هيسر المرأة ما ذهب وما مصدرية تؤول وما بعدها بإيه بمصدر تؤول وما بعدها بإيه بمصدر هذا المصدر تقديره يسر المرأة ذهاب الليال فالمصدر هنا في محل رفع إيه فاعل وما هنا حرف مصدر ما هنا حرف إيه مصدر لا محل له من الإعراء الشاهد بقى إيه أن الأخفش وابن السراج زعم أن ما هنا اسم موصول ها طيب الرأي الأول بأنها حرف رأي من رأي سيبوي رأي سيبوي في ماء المصدرية أنها حرف بمنزلة مين بمنزلة أن المصدرية الناصب أن المصدرية الناصب فكذلك أختها ماء المصدرية حرف مثلها لكن ذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث والمعنى وَدُّوا الَّذِي عَنِدْتُمُهُ في قوله تعالى وَدُّوا ما عَنِدْتُمُهُ فما هنا عند الأخفش وابن السراج اسم موصول بمعنى الَّذِي اسم موصول بمعنى الَّذِي في قوله تعالى وَدُّوا مَا عَنِدْتُمُهُ أي وَدُّوا الَّذِي عَنِدْتُمُهُ أي وَدُّوا الْعَنَتْ الَّذِي عن التمو طب في قول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي اسمه بمعنى الذي عند الاخفش وابن مين وابن السراج هتقدرها ايه يسر المرأة الذي ذهبه الليالي او الذي اذهبه الليالي ويرد على هذا القول انه لم يسمع اعجبني ما قمته وما قعدته النماء هنا موصولة اسمه موصولة الذي لم يرد هذا ولم يسمع به ولو صح ما ذكر ولو صح ما ذكر اللي هو ايه ما ذكر النماء المصدرية بمعنى الذي لجاذ ذلك لأن الاصل ان العائد يكون مذكورا لا ايه لا محذوفا وطبعا العائد في قمته اعجبني ما قمته الهاء هنا تعود على ماء المصدرية التي هي بمعنى ايه الذي والعائد هنا مذكور لا ايه لا محذوف اذا خلاصة القول في ماء المصدرية هنا قولان قول لسيبويه بأن ماء المصدرية حرف بمنزلة آن المصدر والحرف مبني لا محل له من الاعراء وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هذا المصدر يعرف حسب موقعه في الجمه قد يكون فاعلا قد يكون مفعولا قد يكون مجرورا وهكذا قد يكون فاعلا كما في قول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليال أي ذهاب الليال وقد يكون مفعولا كما في قوله تعالى ودوا ما عندتم أي ودوا عنتكم أما الأخفش وابن السراج ذهب إلى النماء المصدرية اسم بمعنى الذي اسم وصول بمعنى بمعنى الذي واقع على ما لا يعقل ننتقل إلى الحرف الذي بعد ذلك وده الحرف الأخير الذي اختلف فيه وهو إيه لما لما يفاد يا سادة ثلاثة أنواع كم نوع ثلاثة لما أنا فيه قسيمة لم من أدوات الجزم من حروف الجزم التي تجزم فعلا مضارعا واحدة لم وإيه ولما لم ولما كما في قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا قول قال الله تبارك وتعالى قل لم تؤمن لم لم تؤمن حرف نفي وقلب وإيه وجزم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل لما يدخل هنا لما حرف نفي وقلب وجزم كمين كلام إذن لما نفي بمنزلة بمنزلة لم كان مثال الذي ذكره الشيخ في قوله تبارك وتعالى لما يقض ما أمر كلا لما يقض ما إيه ما أمر وهذه في سورة عبسة أي كلا لم يقض ما أمر لم يقض ما إيه ما أمر لكن الفرق بينهما بين لم ولما أن النفي بلم غير متصل بالحال أما النفي بلما متصل بالإيه بالحال الفرق الثاني ولا أريد أن أطيل يعني النفي بلما متوقع الحدوث متوقع الإيه الحدوث أقول لك هل صليت الظهر تقول لما أصلي لما أصلي الظهر لماذا لأن المنفي وهو الصلاة صلاة الظهر متوقع لإيه متوقع الحصول بعد الآن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء هذا هو المعنى الأول للم أن تكون نافية بمنزلة لم المعنى الثاني أن تكون إيجابية بمنزلة إلا إيجابية بمنزلة إلا يعني إيجابية في أسلوب القصر يا سادة وجملة القصر جملة تشتمل على معنى إيجاب وسلب أو إيجاب ونفي إثبات ونفي يعني كل الجملة العربية تفيد حكما واحد إما إثباتا وإما إيه نفيا إما إيجابا وإما إيه سلبا أما جملة القصر ففيها معنيات إيجاب وإيه وسلب إثبات ونفي تأتي لما تأتي لما لتفيد الإيجاب بمنزلة إلا بمنزلة إيه إلا فإلا تفيد الإيجاب وما تفيد النفي عندما أقول ما حضر إلا محمد ما حضر إلا محمد هذه جملة قصر فيها حكمان إيجاب وسلب السلب فيه ما حضر الطلاب هذا هذا نفي أين الإيجاب إلا إلا تفيد الإيجاب الاستثناء محمد لما تأتي بمعنى الإيجاب بمنزلة إلا بمنزلة إيه إلا عندما نقول المثال الذي ذكره الشيخ عزمت عليك لما فعلت كذا عزمت عليك لما فعلت كذا أي عزمت عليك إلا فعلت كذا وتقدير الكلام ما أطلب منك إلا فعل كذا ما أطلب منك إلا فعل كذا فما أطلب هذا نفي هذا سلب لما تفيد إيه إيجاب بمنزلة إيه إلا أي ما أطلب منك إلا فعل إيه كذا هي في هذين القسمين حرف باتفاق يعني لما النافية حرف باتفاق التي هي بمنزلة لم وإلا الإيجابية التي هي بمنزلة إلا آسف ولما الإيجابية التي هي بمنزلة إلا كلاهما حرف باتفاق لا خلافة في أنهما حرفان طب أين الخلاف في المعنى الثالث في المعنى الثالثين في لما الرابطة لما الرابطة التي تكون رابطة لوجود شيء بوجود خيره كما في قولك لما جاءني أكرمته لما جاءني أكرمته هي ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء ربطت إيه وجود الإكرام بوجود إيه المجيء واختلف في هذه إذن الذي فيها خلاف إيه لما إيه الرابطة لما إيه الرابطة أما لما النافية لما الإيجابية لا خلافة في أنها حرف طيب قال سيبويه إنها ظرف بمعنى حين معنى أنه قال ظرف يبقى هي إسم عندما قال إنها ظرف يبقى لما هنا ظرف بمعنى حين تفضل نعم النسخة معاكم دار إيه أقال موارد والعجل أم أعطيني الكتاب قال سيبويه أم 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 نحو لما جاءني أكرمته فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيد واختلف في هذه فقال سبويه إنها حرف وجود الوجود وقال فارسي وجماعة إنها ضرق بمعنى حين ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت وذلك أنها لو كانت ضرقا لحتاج إلى عامل يعمل في محلها المصدر وذلك العامل إما قضينا أودا لهم إذ ليس معنا سواهما وكون العامل قضينا مرجود بأن القائلين بأنها في اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها فالمضاف إليه لا يعمل في المضاف وكون العامل جلهم مرجود بأن من نافيا لا يعمل بعدها فيما قبلها وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب والذلك أقصد الحقيقة نعم ذهب سبويه إلى أنها حرف إلى أنها إيه؟ حرف ودليل أنها حرف أنها لو كانت إسما لو كانت إيه؟ إسما لتعين أن يكون لها عامل أن يكون لها إيه؟ مش إحنا قلنا يا سيدة الفرق بين الإسم وبين الحرف إيه؟ أن الحرف لا محل له من الإيه؟ من الإعراب أن الحرف لا محل له من الإيه؟ من الإعراب أما الإسم فلا بد أن يكون له محل من الإعراب ومعنى محل من الإعراب أي عامل أي إيه؟ أي عامل قد يكون العامل معنويا كالعامل في مهما وهو الابتداء وهو الابتداء أو يكون العامل الفعل فهم لما قالوا بأنها اسم استدلوا بقوله تعالى فلما خضينا عليه الموتى لو كانت اسما لكان العامل إما قوله تعالى قضينا أو قوله تعالى إيه دا لهم إذ ليس في الآية الكريمة عامل سوى هذين الفعلي وكون العامل قضينا مردود لا يصلح أن يكون هو العامل لماذا؟ قالوا وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها مضافة إلى ما يليها جملة قضينا عليه الموت جملة في محل جر مضاف ولما مضافة والمضاف إليه لا يعمل في المضاف والمضاف إليه اللي هي جملة قضينا مضاف إليه لا تعمل في المضاف اللي هي لما هذه قاعدة طيب الأمر الثاني وكون العامل دلهم مردود بأن ماء نافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ما دلهم على موته طيب نكتب الآية حتى نوضحها وبها نفتل إن شاء الله تباركة فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعة سيبويه سيبويه يقول أن لما حرف بمعنى حين أي حين قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض هذا رأي من رأي سيبويه الرأي الثاني ينسب لمن لغيره الفارسي وجمع يقولون بأن لما اسم وإذا كانت اسما تعين أن يكون لها عامل تعين أن يكون لها عامل لأنها رابطة تربط بين جملتين تربط بين كلامين طيب الجملة الأولى جملة قضينا الجملة الثانية جملة ما دلهم جملة إيه ما دلهم طيب الاختراح الأول جدلا نسلم جدلا أن قضينا هي العامل في لم أن قضينا هي العامل في إيه في لم لما حتب مضافة وقضينا جملة مضاف إليه في هذه الحالة لو كان هذا هو العامل لعمل المضاف إليه في في المضاف وهذا لا يجوز فلا يصح هذا التقديم طيب نسلم جدلا في أن العامل في لما دلهم الفعل دلهم رد على ذلك بأن ماء نافية هذه هذه نافية ما بعدها لا يعمل فيما قبله ما بعد ما قاعدة ثابتة ما بعد ما لا يعمل فيما إيه فيما قبله إذن لا يصح أن يكون العامل قضينا ولا يصح أن يكون العامل إيه دله وليس في الجملة عامل إلا هذين الفعلين فرد بأن قضينا لا يصلح ما وجه الرد في أن جملة قضينا مضاف إلى لما مضاف إلى إيه إلى لما على أنها الظرفية والظرف يضاف لما إيه لما بعد في هذه الحالة سيعمل المضاف إليه ليجملة قضينا في المضاف اللي هي لما وكون المضاف إليه يعمل في المضاف هذا لا إيه لا يجوز لا يجوز لا اعتراض الثاني من قال بأن دل هي العاملة في لما رد عليه بإيه بأن دل وقعت بعد ما إنا فيه والأصل في أن ما بعد ما إنا فيه لا يصح أن يعمل فيما قبلها اخرى يا سيدنا الشوية دول تاني حتى يتضح الأمر كررها حتى أن تكون رابطة لوجود شيء لوجود غيره نعم لما جاءني أكرمته نعم فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيد واختلف في هذه فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود نعم حرف وجود لوجود حرف بيفيد وجود الإكرام لوجود المجيد نعم وقال الفارسي وجماعة إنها ضرق بمعنى حين ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت الآية وذلك أنها لو كانت ضرقا لحتاجت إلى عامل يعمل في محل المصدر لحظة لو كانت إسم فهي ظرف بمعنى حين ولو كانت حرف حرف وجود لوجود إن كانت حرف فمعنى إيه حرف وجود لوجود دي لما الرابطة وإن كانت إسم فهي ظرف بمعنى إيه بمعنى حين تخض وذلك أنها لو كانت ظرفا لحتاجت إلى عامل يعمل في محل النصب نعم وذلك العامل إما قضينا قولا لهم إذ ليس معنا سواهما ليس معنا في هذه الآية الكريمة سوى هذين العاملين سوى هذين إيه إذن لو كانت إسم فهي ظرف منصوب ما عامل النصب فيها ظرف مبني في محل النصب ما عامل النصب قالوا ليس في الجملة إلا هذين العاملين قضينا وإيه ودى له اقرأ وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأن هسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يديها فالمضاف إليه لا يعمل في المضاف نعم إذا كان الظرف بمعنى حين فالظرف دائما ما يكون مضاف إلى ما بعد فيكون جملة قضينا مضاف إليه ففي هذه الحالة يعمل المضاف إليه في إيه في المضاف وهذا لا يصح وهذا لا إيه لا يصح كون المضاف إليه لا يعمل في الإيه في المضاف الأمر الثاني نعم وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين من الإعراب وذلك يحتضل حقيا ما دام أنها ليس لها عامل إذا لا محل لها من الإيه من الإعراب وما دام هي لا محل لها من الإعراب إذن هي حرف فهنا تقتضي الحرفية تقتضي الحرفية إلى هنا نكون قد بقي لنا عبارة تفضل أكملها عبار الأصل وجميع الفروس المبنية الشرح لما قرأت من ذكر عالمات الحرف وبيان مختلفة فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حفظ شيء من كلماته في الإعراب جميع الحروف مبنية يقول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء وكل حرف مستحق للبناء حق الحروف أنها كلها مبنية وما دامت مبنية فلا وطبعا لأسباب ليس هذا مقامها وجه بناء الحروف والحروف إذا كانت مبنية فلا محل لها من الإيه؟ من الإعرابي فلا تبحث لها عن إيه؟ عن محل لأنها تلزم حالة واحدة بتغير الإيه؟ بتغير العوامل فلا حظ لها في شيء من الإعرابي في شيء من الإيه؟ من الإعراب وإلى هنا نكون قد انتهينا من مجلسنا في هذا اليوم وفي ختام المجلس أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمالنا ويبارك لنا في أعمالنا ويبارك لنا في أفهامنا وفي أسماعنا وأبصارنا وأن يبارك لنا في مجلسنا شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر